أكيد مهمة جداً جداً للإنسان اللي ما عنده اشتقى في النفس هتصبح في مشكلة كبيرة حيتصادم معها فلان وتصادم معها لانه مش هيتقبل النقد زي ما قلت بكري مش هيتواصل مع أي شخص يعتقد في الناس أنت الأساؤلين منكم في صغرى أو أنت في مرحلة عمرين معينة إنهم كلهم سيئين هذي مشكلة هتأتر في الشخصية تعالى هتكون عندها نوع من مخاوف معاش بقدر يواجه معاش يقدر يتواصل مع النساهم معاش يقدر يقبلهم أي عذر هذا مدى يصنف غرور لا يسمى مرض مرض في الشخصية أو اطراف في الشخصية بحد ذاتها طيب كيف يمكن علاجها هذا المرض العلاج أهم شيء الاعتراف بالمشكلة هذي والصفة عامة وعلاش يوصل للمرحلة هذي علاش يخش في المشكلة هذي شنو هو السبب يعني من كم يكونش في اعتراف منه هو نحن نسموه فيها شخصية مضطربة نطرفنا شخصية مضطربة أن تطرفش الأخطاء مضحها إلا في حالة أنه خش في مشكلة كبيرة وخش في صدام عنيف منك وكاني صح أنت أنا ندعم مشاكلة ومثلا أني مقبلش في الاعتدار ومعديش